قال وزير الخارجية سمح شكري أن الأزمة الحالية في قطاع غزة تكشف عن ازدواجية في المعايير المتبعة لإنهاء الصراعات في مناطق أخرى من العالم أضف شكري أن عرقلة وقف إطلاق النار في القطاع تعطي إسرائيل ضوءا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعدلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها النظام الدولي ففي الوقت الذي يتعمد فيه البعض إجهاد مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة نجدهم يبزلون كل ما بوسعهم لوقف الحرب في أزمات أخرى وهو أمر أصبح بمثابة إعطاء إسرائيل ضوءا أخضر لاستمرار في انتهاكاتها اشتركوا في القناة